وعلى فكرة في كتير لعنات على الشعوب بسبب التهادن والمصايرة تعرفون اليوم مئات الملايين الأطفال التي قتلت بسبب الإجهاد وهذا دم دم في صراخ بيصعد للرب فبسألوني طيب يعني هو ليش الرب مش عم بدين لا هو الرب يعني ما يزرعه الإنسان فإياه يحصد أيضا في يوم لكل شعب ولكل إنسان لكن لاحظ في العهد القديم الرب دان الشعوب قال إياكم عرفت من بين جميع قبائل الأرض لذلك أعاقبكم كان ضبل المعاقبة لشعب الرب اللي كان يعرف عن الرب ولكنه ابتعد عن الرب اللي أنكر الرب وما أكثر الإنكار اليوم تصور إنه أكثر مجموعة متهضة اليوم هي جماعة المؤمنين بالرب يسوع المسيح في الغرب وفي الشرق بطل عندك مكان اسمه مدن الملجأ أنك تروح ومرات بالعكس يعني الأماكن اللي فيها اضطهاد صدقني هي بركة يعني في دول مثل الصين والآخره بتشوف إن المسيحية عم تتكاثر في دول اللي بتمنع المسيحية عم بتشوفها عم تتكاثر ولكن نصال إن الله يغير القوانين حتى يكون يعني إنه الواحد يختار دينه يختار حياته يختار فرحه يختار سعادته يختار إيمانه يختار أبديته طبعا أغلب الناس عم ترفض طريقة الكتاب المقدس في قوانين في شرائع أي شريعة بتخرج عن شريعة الرب يسوع المسيح تعتبر شازي الرب يسوع مثلا شدد على الزواج رجل واحد امرأة واحدة بسمها عهد يكون الاثنان جسدا واحدا ما جمعه الله لا يفرقه إنسان مع كل ذلك الإنسان عم بفرق عم بقول له الله ابعد عننا احنا ما بنعرفك عندي إله تاني لهذا التاني أنا بسمح لي يعني كل مشرع يكون عندي زواجات وأطلق وتزوج الأخيرة هاي ضد مثلا شريعة المسيح واليوم في شرائع كتير في دول كتير زواجات غير طبيعية ومسموح بها وإذا بتتكلم عن الزواج المسيحي تعتبر شاز فإذا عم نقول لالله احنا مش عاوزينك احنا في عنا قوانيننا القوانين بتاعتك ما بتناسبنا مع إنه الله عم بقول هاي لخيرك ومنفعتك وبركتك ولمصلحتك إنك تحب بالرب وتلتسق بالرب ولكن للأسف الإنسان هو الإنسان وهي نعمة إنه الله أعطانا حرية الإختار شوف مثلا في يحنى واحد مكتوب في آية 11 إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصير أولاد الله أي المؤمنون باسمه الذين هنا بصنفهم الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل بل من الله فهم بيوضح إنه أجى لخاصته ولكن للأسف لم تقبله في يحنى 3 بتتوضح السورة أكتر لاحظ بقول الكلام الذي يؤمن به لا يدان والذي لا يؤمن قد دين لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد وهذه هي الدينونة إن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلم أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة لأن كل من يعمل السيئات يبغض النور لو حللتها شو ما تحلل يبغض النور ولا يأتي إلى النور لألا توبخ أعماله فهو الفكرة ليه بيحاربوا كلمة الله وبيحاربوا الفداء وبيحاربوا يسوع وهوية يسوع لأنه إذا أجى لتتغير حياته فلازم أنه يحارب هذه الفكرة لكن لاحظ بقول لأن كل من يعمل السيئات يبغض النور حتى هو له في اسم الدين ولا يأتي إلى النور يعني أنت ما مشيت على طريق يسوع لهو قال عن نفسه أنا هو النور العالم أنا هو النور هو النور الحقيقي الآتي إلى العالم لكن عندما تأتي إلى يسوع حتما توبخ أعماله الشرح الكامل هاي الآية بقول وأما من يفعل الحق فيقبل إلى النور لكي تظهر أعماله أنها بالله معمولة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر